على عكس المتوقعة، نجحت قمة العشرين في تجاوز الخلافات بين أعضائها بشأن الحرب في أوكرانيا والتوصل لصيغة تردي جميع الأطراف في البيان الختامي للقمة حتى وإن لم يذكر البيان روسيا تحديداً حين أدانا قادة المجموعة استخدام القوة في أوكرانيا لتحقيق مكاسب ميدانية ونصت الفقرة الخاصة بهذه المسألة أن على كل الدول الامتناعي عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها لتحقيق مكاسب ميدانية ضد وحدة الأراضي والسيادة السياسية لأي بلد وذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة صيغة لم تلقى ترحيباً من قبل أوكرانيا التي انتقدت موقف مجموعة العشرين واعتبرت بيانها لا يدعو للفخر على عكس المستشار الألماني أذاف شولتز الذي أشاد بالفقرات الخاصة بحرب أوكرانيا التي تم تضمينها في بيان قمة مجموعة العشرين واعتبرها نجاحاً من جانبها اعتبرت صحيفة فينينشال تايمز البريطانية أن البيانة الختامية لقمة مجموعة العشرين في الهند كان بمثابة ضربة للدول الغربية بسبب عدم وجود إجماع عالمي على دعم أوكرانيا الصحيفة أشارت إلى أن بيان قمة نيوديلهي يشير فقط إلى الحرب في أوكرانيا وهي الصيغة التي رفضها في السابق مؤيد كييف مثل الولايات المتحدة وحلفاء النيتو كونها تعني ضمنياً أن كل الجانبين متورطان على قدم المساواة وبينما تؤرق أزمة الغذاء العالم أجمع دعا بيان قمة العشرين إلى تنفيذ مبادرة البحر الأسود من أجل التضفق الآمن للحبوب والأغذية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا وبعيداً عن مسألة الخلاف حول أوكرانيا توافق القادة المجتمعون في نيوديلهي على أنهم سيدعمون الجهود المبذولة لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 متعهدين تسريع العمل لمكافحة تغير المناخ ترجمة نانسي قنقر